بردو بردو مصنمين بردو حالا بقى قبل ما نطلع فوق الاول كده ناخد المقاطقين دول معانا علشان ما نطلعش عيوم كده بقيدنا فاضية بردو اللي بقى احنا في كل يوم بنتلع فيه ابناخد حاجة معانا وما نطلع بقى بص كده معا بسم الله ما شاء الله لو اني خايف ان انا سيب دولت في ايدي كده لانه وزنهم خفير فممكن يسيبونه ويتكل على الله في اي واحد ولكن بص كده المنظر ده مش عايزين نحرم نفسينا من المنظر الجميل ده الحاجات المقطقطة الجميلة العسر دي اترغم ان انا ما بحبش الشألوازات البيضة ولكن هم اتفرضوا علينا الناس جون غراب اوعى اوعى ما اتفرضناش الناس جون غراب وبعدوا عندنا بقى وطلعوا الزغرين وكده مش مشكلة مش هنرفس النعم انا ما بحبهاش مش هشتريها ولكن هي جات لي مش هرفضها وردو في نفس الوقت يلا نطلع فوق نطمن على البورج يلا بينا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الله حبايبي انزلوا بقى على بيتكم الجديد يلا فرجوا كده على المكان وعلى الحلوة سبكوا بقى من شغل السلاكات اللي كنت في ده بقى فرجوا بقى هنا هياخدوا راحتهم هنا هيطرق لو حاجة ما خلناش نكمل الكلام ماشى يا محترم النتاقي هالي هتقعد معنا نخلنا نكمل الجنيتين اللي عايزين نقوله هنا بقى هياخدوا راحتهم هيقعدوا بقى يفردوا جنحهم كده ويلوفوا في قلب البورج ماشى بقى شغل السلاكة اللي كانت تحت ده امشي 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 هو واحد يطول واحدة تعمل حماما برضو برضو مصممين برضو يبدو كده ان احنا هنعوز ناقفل الباب هو كمان انا مش عارف مش مكافروم كل الفاتحة اللي في الشبكة ديتمصممين يخشوا من الباب يجب ان يخسروا ويحضروا في الخشب ويجعلوك تجيب سلك ولكن ماشي برضو مش هشتري سلك وهلمها من كله بقعة في البرج كده بقى حرفيا مفيش حتة في البرج اللو متبطن سلك ما عادش ناقص كده بقى غير ان انا بطلوه من الشبكة سلك ده اللي ناقص بقى بعد كده لما يجي يدخلوه من الشهلاء حتي يدخلوه فغير من الشبكة قم بطنينها سلك تبقى كده خلاص بقى جبنا القضية بتاعة البرج كلمتك بقى عن موضوع الكلفة وقلتلك ان انا حاولت احسن من الكلفة بتاعت شوية علشان الكلفة طبعا العادية اللي انا جبتها للأسف طلع منها كمية هدر كتيرة وقلتلك طبعا ان فرق السعر ما بين ديات او ديات فهتطلع في الاخر انت الخسران والأحسن ليك انك تجيب الشكرة السوبر بس ده خالي ناس قالوا لي والشكرة السوبر برضه مهما كان العلف اللي بيبقى فيها دوقت اللى هو بيبقى شكل العلف اللي كان مشكلة بالنسبالنا فى الشكرة العادية قالوا لي انه هو ده برضو بيبقى فيه مشكلة وده غلط على الحمام بتاعك وانت كده بتدور الحمام بتاعك مش عارف بتدور الزرقة من نعمل لهم كل الحاجات ديات المهم ان كان معاهم حق والان هنا مش بالتاريق على الكلام وان فعلا الحمام بيتضر من العلف�도 وقال انك احسن حاجة وافضل حاجة انك تشتري كل حاجة لوحدها وتعمل انت الخلطة على ايدك. الحل ده كويس ولكن للأسف احنا اوقات بنعمل الغلط واحنا عارفين ان هو غلط وبنكون مضطرين نتمادة في الغلط ونكمل. وده طبعا مش حبا مننا في الغلط على قد ما الصحة هيكلفنا شوية. علشان انت لو حاولت انك تجمع الخلطة ديت على ايدك وتجيب كل حاجة لوحدها فالكمية هتكون اقل شوية لو قرنتها بالفلوس اللي انت هتدفعها في شكرت الخلطة دي. فان شاء الله الخطوة ديت هنعملها في يوم من الايام ولكن لما الظروف تتحسن شوية. الظروف تتحسن شوية بالنسبة لايه? بالنسبة للحمام وبالنسبة يكون فيه انتاج جاي علشان توضلهم العلاف يبقى في حاجة جاي وفي حاجة راحة. كلام ما يزعلش حد. تعالا بقى كده دلوقت لما نحطولهم من الكلفة اللي احنا عارفين ان هي غلط ولكن نص نص يعني تعالا كده لما نحطولهم منها ونشوفها يبقوا منها قد ايه? مكرنةا بالكلفة التانية اللي كانوا يبقلنا منها اكت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن بس الدرق الاسبر هو اللي كتير معنا شوية. تقلنين عليهم ولكن لما تجوه هيقرصهم هيكلوا كل ده. بس الحمد لله يعني اللي مش بقى معنا زي ما كان بيبقى معنا في اللي قبل كده. وده كان بالنسبة لحالة البرج وحالة زغليل البرج ان شاء الله. والحالة اللي هو فيما سيكون بعد كده ان شاء الله لما زغليل اللي جوه في الحاجات دي تطلع. والحمام اللي محبوس دي يطلع هو كمان. تبدأ بقى المجاعة تحصل تاني. يبدأ الاكل طبعا يبقى فيلها فعليه. ان شاء الله يعني الا اللي جاة كلها خير بس مجرد ما الزغليل دي تجمت شوية كده ونبدأ نفتح البيبان اللي قدامك ده كلها. لان انا ما بحبش ابدا حبسة الحمام اللي انت شايفها دي. ولكن احنا مضطرنا على بس علشان نحفز على الزغليل اللي جوه ديت علشان ما فيش دكر يخش يضرب زغليل. علشان برضو الحمام الكبير ده هو بس ياخد فتراته اللي هو يعرف ان الباب ده بتاعه خلاص ويعرف ان المكان ده ملكه وما يسمحش الحد ان هو يخش على الزغليل بتاعته فين. فان شاء الله كل اللي جاي خير تعالى بقى ننزل كده نكلف اللي تحت. ونتطمن عليهم ونشوف الزغليل اللي موجودة ايه. ونشوف ايه اللي كان هيتطلع معنا النهاردة وان شاء الله اللي انا فتحت له البدا بتاعته شوية الصبح كده. تعالى ما نطمن عليهم. ولكن للاسف هو في بيضة هتطلع وبيضة مش هتطلع. طب بتاعت انهي جوز هو ده اللي هنعرفه دلوقت ويلا دين. جوز هيطلع بيضة وبيضة لأ. والجوز دلوقت علشان نسهلها على بعد شوية كمان لزغليل في البرج فوق. تبقي هنا اللي ليه زغليل في البرج فوق وهيطلع بيضة وبيضة لأ. لو جينا مثلا على الحج هنا برعي ولكن برعي ملوز زغليل في البرج فوق. وبرضو في نفس الوقت برعي مع الزغلول هنا هو بسم الله ما شاء الله. الحاجة كده عاصل امرايا ومستنيني شوف الليل بتاعه هيكون عامل ازاي. يبقى كده برعي خرج من جوة دايرة الشك. طب لو جينا عند الجوز الحلو لما قطأت دوت فهو ملحقش يعني يتسمى ويتقال على ان زغليلو طلعت البرج فوق. يعني لسه ط عند الوقت ما كملو الساعتان على بعض. فيبقى ده برضو طلعه من جوة دايرة الشكل. ممكن نجح الجوز دوت وفعلا زغلو طلعت البرج فوق. ولكن لو جيت تدور كده ويتقى في الموضوع اكتر هتلاقي ان زغللو ما طلعتش البرج فوق اللي واحدها. ده غير النظام مش بايت. طب زغلو طلعت البرج فوق مع مين? مع الجوز الحلوين المقطقطين دول. الجوز الحلوين المقطقطين اللي قدامك ده. شوف برضو شوف برضو. ياولي يا كن كن يقوع شوف برضو شوف 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 بتعمل فيها وبعدين. وبعدين. هندخل برضو ونجيب البضا اللي مش هتطلع. هي دي بقى اللي عندها البضا اللي مش هتطلع. هفضحك بقى وعي لي بقى كده. هي دي اللي عندها البضا اللي مش هتطلع ع جده هاها. هو كده اسب اليد donne يكتافت اخد القد تاني. هو بقى ميليلي كده. هو بقى بس ميلي. ميلي عشان ما زعلكش مني. هو. شوف برضو وبعدين. طب وبعدين واخرت. واخرتها ما كنتش افترتها على البيضة نمت علىها كويس. كنت نمت على البيضة كويس بدل ما باستها. طلع لنا بيضة وبيضة لا. هو يا وليه. يا وليه يا هو. الجزد الصبح اطلع بس اه. استهدي بالله. استهدي بالله. الصبح الجزد وقت انا جيت بصات على البيت بتاعه. قلقيت في بيضة مقارة كده. ويزغلوا البضة يطلع ان شاء الله. علشان كده نقرتها شوية بسيطة كده بضفر بص. نقرتها دايرة بسيطة بضفر كده. والبضة انا مسكها دلوقتي سمع اللي التنقير جوا عمل بيسمع معي. اما بالنسبة للبيضة التانية ديت فللاسف هي دي اللي مش هتطلع. والبضة وقت في التجددات كنت كشفت عليه وكنت عرفت ان البضة ديت مش هتطلع ولكن كنت مكدب نفسي يعني قعدت شككت في نفسي كده وقلت لا اكيد انا اللي مش عارف واكيد 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 وسبتها على امل ان هي تطلع يعني ان شاء الله. ولكن للاسف البضة ديت مصرها معانا هي مش هتطلع وهو ريالك بتكشاف دلوقتي. وهنسيب لهم البضة دل واحدة علشان يعرفوا يهتموا بها ان شاء الله ويهتموا بالزغلون اللي طلع. خد يا اخد خد نزل الشطرة على الزغلون. الدكر المحترم هو اللي نايم لكن انتهى طبعا يعني عمري اي بتشاكل وخلاص ومش هيميمها اي حاجة خالص. اما بالنسبة للناس الحلوين دولت فلسه عندنا هنا جوز المفروض هيطلع معانا البرج فوق. وبكده يبقى هنقول ان كده خلاص بحي معادش في حاجة في السلكاتة تطلع البرج فوق دلوقتي لأ. غير ان شاء الله لما المقطعة الصغير دولت تعالى ما نبص عليه من قريب برضو. اللي اهي في ايه كلها باقي بتضرب ولا ايه? واعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا على الحلاوة وعلى الجمال. ما عرفش هو جاب البوز لاصمر منين بس مش مشكلة. يعني جاب الوش لاصمر منين وابوم والوش بتاعه ما بيض. اه يال يال مش مشكلة. اللي اتنين بقى مش بتاعنا في ايه? عادي. قروني كده بس شكل اللون بتاعك حسك هتبقى ملبط في الالوان. طيب ربنا اسطورة كده لما يبقى يطلع. نبدأ نشوف اللي اللون بتاعه كده ايه? وضح كويس ان شاء الله. نقدر نحدد ونقول هيبقى عامل ازاي? عندك هنا بسم الله ما شاء الله. ازاي غليل ديات ما طلعتهاش من قلب السلكة بتاعاتها من احنا من اول ما تولدهم. من اول ما طلعهم من البيضة. مش قول لكم تساعدوا كونز غليلين. تعال كده بس معنا بص. في انتظار ان شاء الله اللي بكرة او بعده بس للمفروب الليل يعني مش بكرة ان الزهلول ده يطلع. ولكن لما نجل نصور بكرة او بعد ان شاء الله هنشوف الزهلول ده عمل ايه? طبعا هو مش يبقى بين منه اي حاجة وحطة لحمة مش هيبان لهم دلوقتي ولكن الايام ما فيش اصرع منها فهتلقاني ومن ثلاثة اطلع اقول لك ده الزهلول ريش ده الزهلول مش عارف بقى شكله ايه? والكلام ده كله هل الحياة بقت سراعة سراعة علشان كده في السراعة اعمل لاك للفيديو واشتراكك في القناة والسلام عليكم. شوف 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 نسيت اوريك البيضة استنى عم انت راح تقريب. شوفت لك اوريك على الكشاف ديات. بص معي. شوفت لك الغرفة الهوائية بتاعتها دلوقتي اوريها لك. اهي بص. اتفرج. شوف نبه اللي جواهة عاملة ازاي؟.